أعلنت وزارة الزراع حالة الطوارئ بكل قطاعتها استعداداً لاستقبال عيد الفطرة المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الأجازة أو إزالة أي حالات تعدي بجانب طبعاً مراقبة أسواق اللحوم والأسماك لحماية صحة المواطنين وتوفير السلع في منافذ الوزارة ومن أمام أحد المنافذ برحب بزملتي مرن عادل يا مرنة صباح الخير وكل سنة وانت طيبة ودايماً يا رب بخير وعايزين نعرف بقى منك المزيد من التفاصيل حول جهود الوزارة لمراقبة الأسواق أو حتى لمنع أي تعديات على أراضي الدولة صباح بخير صباح بخير على كل مشاهدين شاشة أكسترا نيوز كل سنة وانت طيبة وكل سنة وكل مشاهدين طيبين وبخير بالتزامن مع حلول عيد الفطرة المبارك بتقدم وزارة الزراعة كافة الخدمات للمواطنين بالنسبة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية هذه التلع التي تتمثل بالطبع في السلع الغذائية زي الزيت والسكر والسمنة والدقيق كمان السلع الأخرى زي منتجات اللحوم والألبان كل هذه المنتجات بتوفرها وزارة الزراعة بكميات كبيرة علشان تتناسب وحاجة المواطنين خلال أيام العيد بأفضل جودة وأفضل سعر تخفيضات بتصل من 25% ل30% يمكن عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المنتجات اللي بتقدمها وزارة الزراعة وتوفرها في الأسواق هيكون معنا الأستاذ هشام أحمد مسؤول المنفذ الخاص بوصورة الزراعة أهلا بك فندم على الشاشة أكستر نيوز أهلا بك يا فندم عايزين نتكلم يعني كلمنا عن توافر هذه المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطرة المبارك في الحقيقة فندم جهود كبيرة تقوم بها وزارة الزراعة والسلح الأراضي من خلال جميع منافذها المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة والمحافظات الجمهورية لتوفير جميع السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وألبان وعسن نحل وزيزة تون وده كله من إنتاج مواقع وزارة الزراعة والسلح الأراضي ومنفاكها وخضار وصروة سماكية ومركز بحوص التكنولوجيا الأغذية بالتأكيد يا فندم إذن هذه المنتجات كلها بتقدم للمواطنين بأفضل جودة وأيضا أفضل سعر هناك تخفضات على مختلف المنتجات تصل إلى 30 و25 حدثنا عن هذه التخفضات والمنتجات التي يوجد عليها هذه التخفضات بتكليف من معالي وزير الزراعة إحنا عندنا نسبة خصم من 25-30% على جميع المنتجات على اللحوم عندنا سعر كيلو اللحمة من 100 إلى 105 في أسماك في الرنجة في الكنفية ميش رمضان وكحكي العيد والعسل والجبن وجميع المنتجات الغذائية أكثر من 250 صنف عليهم نسبة تخفض من 25-30% بما أننا الآن يعيد الفطر هو على الأبواب حدثنا عن أسعار كحكي العيد ما هي أسعاره؟ كحكي العيد كان بيبدأ عندنا كيلو الكحكي الوسادة ب75 جنيه والبسكوت برضو 75 جنيه والغريبة ب75 جنيه إذن هذه المنتجات هي تخضع دائما للرقابة من وزارة الزراعة هناك رقابة مستمرة على مختلف المنافذ ويمكن أن نقول أن هذا هو أكثر ما يميز منافذ وزارة الزراعة هي أنها تخضع دائما للرقابة حدثنا عن الرقابة المستمرة التي تخضع لهذه المنافذ لتقدم أفضل المنتجات للمواطنين عندنا محد تكنولوجيا الأغذية رقابة جملة من أطباء فرز جميع السلع للوصول لدرجة أمينة جدا وفي رقابة من وزارة التموين طبعا مستمرار عندنا شكرا جزيلا لحضرتك نورتان على شاشة أكسترا نيوز إذن خلود السلع الغذائية تتوافر في مختلف المنافذ لوزارة الزراعة بأفضل جودة وأفضل سعر وتخفيضات تصل من 25% إلى 30% هناك توافر لكل المنتجات التي قد يحتاجها المواطنين خلال عيد الفطر المبارك كل عام وحضراتكم بألف خير والكلمة لكي مرة أخرى خلود مرنة عادلة أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل شكرا لك